أعربت دول مجموعة السبع عن تغديرها لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة الحالية في قطاع غزة وأيد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان التمديد الإضافي لهذه الهدنة وأي هدنة مؤقتة مستقبلية لتمكين توسيع النتاق المساعدة وتسهيل إطلاق صراح جميع المحتجزين كما دع البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية وإطلاق صراح سفينة جالكسي ليدر وتقامها مشاددا على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل دولتين